ترجمة نانسي قنقر كأي خريق جامعي حلمة بوظيفة حكومية أنا أيضاً حلمت وضعت الخطط المستقبلية بنيت، هدمت، انتظرت كثير بدون فائدة بعدها أتغير تفكيري 180 درجة فكرت أطور هوايات ومهارات ما كنت أتوقع أني أتغير من حياتي من هنا تبدأ الحكاية كان عندي أمل أنه في يوم من الأيام بيكون لي دور في أسرتي وفي المجتمع اقتنعت تماماً أن الوظيفة الحكومية ليست أساس ليكون الإنسان ناقح في حياته كلاست أفكر خطر ببالي مثل حرفة في اليد أمانة من الفقه بدأتها في تقميل السيدات تطريز فساتين الزفاف والسهرة بعدها وسعت نطاق دراستي في الحرف درست الخياطة صناعة العطور والبخور صناعة الإكسسوارات أتعززت ثقتي في نفسي حققت الدخل المادي المجال الذي اخترته كان ممتع بالنسبة لي رغم نظرة المجتمع الدونية نظرة سليبية تقلل من قيمتك لكني أتقاهل تلك النظرة والسبب أني أعشق فن الحرفة اليدوية وأعتز فيها كونها موروظ حضاري مرت السنوات تقالت اليمن ترحلة حرب تدهور اقتصادي كثير من الناس فقدوا وظائفهم أيام صعبة عاش فيها اليمنيين معاناة بعد معاناة انقطاع للرواتب مستوى معيشة تدهور انتشار أمراض في مجتمع لا يملك ثمن العلاق انقطاع الأطفال عن المدارس اتقاههم إلى القولات كما لبيع الأشياء أو لمسح السيارات أو للشحاتة وضع مؤلم لكل اليمنيين عانى منه الصغير قبل الكبير كنت أعاني أشعر بمعاناة الآخرين كان عندي رغبة اني أساعدهم لكن كيف كيف أساعدهم أني لا أملك شيء سوى مهاراتي الحرفية وقتها قررت أنشر علمي مهاراتي للآخرين بتدريبهم على الحرفة اليدوية بدأت في بنات قارتي في الحارة لاحظت مدى الاستفادة كلمات الشكر التي لا تنقطع هذا زاد فيني حافظ إني أعلم أسرة ثانية فعلاً علمت عودت أطفالهم إلى المدارس ثالثة ورابعة فكرت بعدد أكبر اتقهت إلى إحدى المؤسسات أقنعتهم أني أدرب وأنه أقيب مواد التدريب من عندي فعلاً دربت والحمد لله دخلت مقال التدريب من 2014 علمت الكثير من النساء أصبحنا حرفيات كسبين المال اتحسنت ظروفهم ظروف أهاليهم بعض المستفيدات تصل منتقاتها إلى بعض محافظات اليمن بعض المستفيدات تصل منتقاتها إلى مصر دول الخليق أمريكا بعض المستفيدات تدرب الأهل والقيران بعض المستفيدات مدربات في مؤسسات أخرى صحيح إني لم أستطع أن أدعم أسرتين أو ثلاث مدياً لكن قدرت أساهم في تحسين مستوى المعيشة لمية وأربعين أسرة كيف لو كنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة كلاً يعلم في مقاله كم يكون عدد المستفيدين مرة خرجت السوق شفت ولد شاب جالس مع كرتون حاطط عليه وتر بعض الخرج وقفت بقانبه قال لي أنا أعمل أساور بالأسماع أعملك أسوارة قلت له حلو طيب في أشكال ثانية تغيرت نظرته حزن قال لي ما أعرف إلا لهذه الأسوارة قلت له خلاص أنا أعمل هذه الأعمال ممكن أجيب لك فلاش فيها أشغال حلوة ممكن تتعلمها الولد فرح قال يعني أعرف أعمل حاجة أثاني حاجة حلوة قلت لا أكيد ما شايت بعد أيام رقعت قلت له فلاش شكرني علي بتلك اللحظة لم أشعر أبدا إن شخص آخر أخذ مهنتي والذي خطر ببالي أنه أي شخص يعمل يحاول أن يثبت ذاته واقب علينا نساعده نقف بقانبه والأهم من ذلك إن العلم أبدا ما كان ملك لأحد ملايين البشر ماتوا دفنوا بعلمهم وأفكارهم التي لم ينشروها للآخرين منهم الأطباء المهندسين المدرسين الحرفيين وغيرهم أنت لا تترك علمك يقف عندك إنشر كل ما تملك أهلمه الآخرين لو كل واحد فينا علم شخص بقولها لكم بطريقة مختلفة لكن تؤدي نفس المعنى لو جميعنا بمكان مظلم كل شخص فينا اشعل شمعة كيف يكون المكان كله ضوء صح ولا لا ما بالكم لو كل واحد فينا اشعل شمعتين أو ثلاثة أو أربعة هذا ما أعنيه بتعليمنا لأشخاص آخرين اثنين أو ثلاثة أو أربعة مسؤولية في النفس قبل العقل اللي أحب أوصله لكم إنه قميعنا نملك العلم والمهارات كلا في مقاله قادرين نعلم أشخاص آخرين ويغير من حياتهم قد تكون أنت مصدر إلهام لغيرك من الشرط نعلم بقاعة مغلقة ممكن أن تعلم مثلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أماكن اللقاءات العامة في أماكن اللقاءات الاجتماعية في أي مكان بكذا ننشر العلم نقضي على ثقافة سر المهنة ثقافة خاطئة نبنية على احتكار العلم والأفكار الشعور لا يوصف عندما تعلم إنسان يستفيد منك تشعر بمعنى الإنسانية الشيء الذي أحب أن أوصل لكم رسالتي أوقهها إلى المؤسسات والمنظمات رجال الأعمال كل شخص تسمعني إن استثمار نشر العلم في أي مجال ثقافي علمي فني حرفي نتائجه نهضة علمية وعمل ورش ومصانع للحرفيين تتوفر فرص عمل كثيرة وتصريف منتقاتهم إلى الأسواق داخل اليمن وخارجه تكون معنا نهضة اقتصادية ليس هنا النهاية هنا البداية ابدأ من الآن ابدأ من اللحظة اصنع بصمتك انشر علمك في وطنك اختم بعبارة هناك من يبني قدران كحواجز نحن سنبني القسور للعبور وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر